بسم الله كما تذكرون في المحاضرتين السابقتين تكلمنا عن الـ Descriptive Studies تكلمنا عن الـ Experimental اليوم بإذن الله سنتكلم عن الـ Observational طبعا الـ Observational لها ثلاثة أنواع الـ Cohort Studies، الـ Case Control، الـ Cross-Sectioner ستجدون تشابف المسميات بينها وبين الـ Descriptive لكن بإذن الله في الوقت المناسب سنشرح هذا الفرق طبعا في البداية دعونا نتكلم عن الهدف الرئيسي من الـ Observational Studies تمام؟ الهدف الرئيسي أو الغرض الرئيسي من الـ Observational Studies هو اكتشاف أو دراسة العلاقة بين متغيرين نذكر على سبيل المثال وهو أفضل مثال يعني يمكن ذكره العلاقة بين سرطان الرئة الإصابة بسرطان الرئة والتدخين العلاقة بين سرطان الرئة والتدخين عندنا متغيرين، المتغير الأول هو سرطان الرئة، المتغير الثاني هو التدخين طبعا من مزايا الـ Observational Studies أنها لا تتعارض مع أخلاقيات البحث فمن السهل جدا الحصول على شهادة أخلاقيات البحث من دون أي تعقيد كما أن بعض الجورنالس إذا كانت دراستك من هذا النوع لا تتطلب أخلاقيات البحث نذكر على سبيل المثال تحدي لأخلاقيات البحث في هذا الموضوع موضوع التدخين على سبيل المثال العلاقة التدخين بسرطان الرئة لا يمكن أنك تأتي بعين الدراسة ثم تطلب منهم التدخين لمدة عشرين عام لأشخاص غير مدخنين لأن هذا يتعارض مع أخلاقيات البحث ومن المستحيل أن تحصل على شهادة أخلاقيات البحث إذا كان طلبك من عينة الدراسة هذا هو الطلب هذا طبعا مثل ما ذكرنا في البداية أن الـ Observational Study لها ثلاثة أنواع الـ Cohort Study الـ Case Control والـ Cross-Sectional اليوم سنتكلم عن الـ Cohort Study طبعا الهدف الرئيسي من الـ Cohort Study بشكل عام هو يندرد تحت الهدف الرئيسي من الـ Observational اللي هو الحصول على دليل يدحب أو يثبت وجود العلاقة بين Suspected Cause ومرض معين اللي هو عامل تأثير أو عامل خطورة ومرض معين هناك بعض المراجع أو التنبيه لهذا تسمي هذا النوع من الدراسة بمسميات أخرى اللي هي الـ Longitudinal Study الـ Insidance Study أو الـ Forward Looking Study طبعا المسمى الأخير قليل جدا تجدونه في المراجع بينما الـ Longitudinal Study هو الأكثر استخداما بالتوازي مع الـ Cohort Study طبعا ناتي الآن للـ Design العام للـ Design العام لـ Cohort Study طبعا عندنا عينة الدراسة تمام عينة الدراسة تكون خالية من المشكلة خالية من المرض ثم يتم تكسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين المجموعة الأولى تتعرض لعامل خطورة عامل خطورة معين المجموعة الثانية لا تتعرض لهذا العامل لعامل الخطورة ذلك تمام بعد فترة معينة من الزمن تكلم in future تمام أو الـ End Line بيكون عندنا هذا هو الـ Base Line وهذا هو الـ End Line تمام في الـ End Line نقوم بالمقارنة بين المجموعتين المجموعة الأولى التي تعرضت لعامل الخطورة Risk Factor كم عدد الذين أصيبوا بالمشكلة الذين أصيبوا بالدزيز معين على سبيل المثال لو ذكرنا أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب تمام نهت إلى عينة المدخنين نتابعهم فترة معينة ثم وعينت غير المدخنين ونتابعهم لنفس الفترة طبعا كما هو معروف في شروط الباحث أن تكون العينتين متمايزتين أي متقاربتين يعني العينتين متقاربتين في العمر متقاربتين في الجنس إلى آخره بعد متابعة العينتين لفترة طويلة أو فترة محددة كلما كانت الفترة أطول كما ذكرنا كلما كانت النتائج أقوى نأتي هنا نقارن بين كم عدد الذين أصيبوا بأمراض القلب من فئة المدخنين وكم عدد الذين أصيبوا بأمراض القلب من فئة غير المدخنين ثم نقارن بين النتيجة وهذا هو الدزاين العام الشكل العام للكوهورت الصديق طبعاً يختلف هذا الدزاين باختلاف نوع الدراسة لأنه توجد ثلاثة أنواع من الكوهورت الصديق النوع الأول البروسبيكتف الصديق النوع الثاني الريتروسبيكتف كوهورت الصديق والنوع الثالث الامبي داييركشنال كوهورت الصديق النوع الأول هي الدراسات المستقبلية تمام؟ في هذا النوع من الدراسات يتم الحصول على مجموعة من الناس لديهم نفس المعايير، لديهم نفس الخصائص، لديهم نفس الإمكانات ثم تعريضهم لعامل تأثير معين سنتقل إلى الرسم البياني بيكون أوضح فهنا ذكرنا مثال على المدخنين المدخنين وغير المدخنين ومدى الإصابة بالهيرت ديزيز تمام؟ الآن عينة الدراسة في البداية نختار عينة خالية من المشكلة عينة الدراسة لا يوجد لديهم هيرت ديزيز يتم تكسيمهم إلى الإكسبوست كوهورت والإن إكسبوست كوهورت طبعا العينة تشمل مدخنين وغير مدخنين يتم الآن تكسيم العينة إلى دسمين عينة المدخنين وهي التي تتعرض لعامل التأثير اللي هو التدخين وعينة غير المدخنين وهي التي لا تتعرض لعامل التدخين هذا الآن في الوقت الحاضر سيتم متابعتهم إلى المستقبل إلى مدة عشر سنوات خمس سنوات بس أود التنبيه أنا في البداية ذكرت أن أخلاقية البحث أنك لا تستطيع يجبار فيئة معينة على التدخين لكن هنا نتكلم عن أشخاص هم مدخنين تمام الآن بعد فترة معينة من الزمن ولنقول سنة سنتين حسب الباحث تمام نوقف الدراسة يتم هنا الاندلاين ثم نقارن كم عدد الذين أصيبوا بالهيرت ديزيز من المدخنين وكم عدد الذين أصيبوا بالهيرت ديزيز من غير المدخنين نقارن بينهم بالعادة أو قناعة الشخصية وما وصل إليها العلمي لليوم أن المدخنين هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب أما غير المدخنين فهم أقل عرضة هناك دراسات ربما أنه أذكرها لكم في المراجع تشير إلى ذلك هذا مثال الآن للدراسات المستقبلية التي تسمى البروسبيكتف كوهورت استدي ناتي الآن إلى نفس المثال ولكن ريتروسبيكتف كوهورت استدي نفس المثال مثال التدخين لكن من نوع الريتروسبيكتف كوهورت استدي طبعا من عيوب هذه الدراسة أو ليست عيوب إن صح التعبير بقدر ما هي مشكلات هذه الدراسة أنها تحتاج إلى وقت طويل تأخذ وقت طويل النوع الثاني منطقيا إذا وقت الدراسة إذا الدراسة تحتاج إلى وقت طويل فهي تحتاج إلى تكاليف مالية أكثر النوع الثالث missing of study subject بعض عينة الدراسة سيسحب أو سيتوفى أو إلى آخره فتتعرض الدراسة إلى انسحاب من العينة الدراسة طبعا الآن الريتروسبيكتف كوهورت استدي هو النوع الثاني ولكنها دراسات تعتمد على الماضي امفستيكاتر goes back to the past to select study group from existing record of the past employment طبعا هي تعتمد على ملفات المرضى تعتمد على الهيستري أغلب الدراسات أو أغلب المراجع يسمونها الهيستري كالكوهورت استدي تمام الآن في عام 2008 سندرس العلاقة بين التدخين والإصابة بسرطة ناري النفس المثال السابق ولكن الآن بطريقة مقلوبة أنصح التعبير طبعا نستخدم البيانات المرضى أو بيانات العينة لمدة عشر سنوات على سبيل المثال ولنبدأ من عام 98 نرجع إلى ملفاتهم يتم تكسيمهم إلى فئتين فئة المدخنين وفئة غير المدخنين ثم نصل في النتيجة كم عدد الذين أصيبوا بسرطان الرئة من المدخنين وكم عدد الذين أصيبوا بسرطان الرئة من غير المدخنين هي نفس الدراسة نفس الهدف ولكن عينة الدراسة الآن اختلفت طريقة الدراسة اختلفت طريقة الدراسة هنا اعتمدت على الماضي اعتمدت على ملفات المرضى الآن ننتقل إلى النوع التالي أو النوع الثالث هو الـ هو نفس المثال نفس الدراسة لكنها تعتمد على الماضي وعلى المستقبل فلو ذكرنا الآن لو تلاحظون هنا في الريتروسبيكتف استدي إننا اكتشفنا حسبنا عدد المدخنين حصلنا على عدد المدخنين المصابين بسرطان الرئة وعدد المصابين بسرطان الرئة من غير المدخنين ثم نستمر معهم في الدراسة لمدة مستقبلية حتى نوضح كم عدد الذين سيصابون بسرطان الرئة من المدخنين والذين سيصابون بسرطان الرئة من غير المدخنين فهي يعني أطول وقت وأكثر استهلاكا وأقل استخداما هذا النوع من الدراسات أقل استخداما هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وإن شاء الله في الحلقة القادمة سنتكلم عن الكيس كنترول والسلام عليكم